السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكو كل اخواتي وكل حبيبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشا. عاملين ايه احلى اخوات? يا رب تكونوا بخير وبسحة وسعادة دايما. عملنا لكم على القناة هنا ملف كامل اسمه ملف منتجات الصيدلية الرخيصة. الملف ده في كل الحاجات اللي موجودة في الصيدلية الرخيصة وكفاءتها عليها. واتكلمنا عن وصفات طبية كتير زي مسلا هتلاقي على قناة وصفة وتركيبة ازا تتخلصي لو انت عندك دوالي. ازا تعملي وصفة كويسة لعلاج المفاصل وحاجات كده حلوة جدا كل دي هتلاقيها هنا على قناتنا او على قناتنا التانية وصفة وتركيبة. النهاردة بقى يا امر هقولك على وصفة حلوة قوي في الحقيقة هي الوصفة دي مش بتحت هي. الوصفة دي وصفة دي وصفة الدكتور طبعا غني عن التعريف. دكتور جودة عوات. آآ من الدكاترة محترمة جدا ما شاء الله يعني علي في الطب البديل كده كده كزا وصفة حاجات كفاءة جدا. ربنا يا رب يديله الصحة والعافية. كان عامل وصفة حلوة قوي وهي ان كنت ازا تعملي زي اطرا كده او حاجة تسلكلك مناخيرك وخصوصا للناس اللي عندها جيوب انفية. لو انت اول مرة تعرفي عن الجيوب الانفية او مش عارفة ايه هي اعراضها بتبقى اعراضها زي ما وريه كده دلوقتي بتلاقي مثلا حاسة بصداع حاسة بدوخة. وعايز اقولك ان اغلب الناس اللي بيبقى عندها صداع وتقولك انا طول النهار مصداعة. انا طول النهار ضايخة دي بيبقى تسعين في المية عندها اصلا جيوب انفية ومش عارفة. بيكون عندك صداع عندك دوخة تلاقي ان فيه زي رشح كده في مناخيرك تحس انك انت مش حاسة تتزوج مفتقدها شوية وشوية اعراض كده هحطهم لك هتشوفيه. طيب اللي بيزود بقى معانا الجيوب الانفية زي ما انت شايفة كده يا غالية اختلاف الفصول. مسلا انخلصت فصل الصيف دخل على فصل الشتاء فصل الربيع الجو ده. اختلاف الفصول دوت بيخليك برضو بيعملك زي بس يا لوشي بيعملك زي قلق كده في الجيوب الانفية. برضو لما تتعرضي لطراب. بتنفضي الشقة بتنفضي حاجة بتعملي حاجة فببصت لقى الطراب او مسلا دخنة حد مولع نار جنبك حد بيشوي حاجة فبرضو كل ده بيعملك زي تهيب للجيوب الانفية. برضو لو انت حد جنبك بيرش برفان او حاجة فشمتي او بيرش مبيض فبرضو كل ده بيعمل زي تهيب لجيوب الانفية. طب انا عاوزة حاجة بقى تسليك لمنقيري وتزبط للدنيا وتهدي لي الليلة ديت. اول حاجة حبيبة قلبي حاجة اسهل مما يكون كان دكتور جدعوات زي مولتلي قوال لقيل عليها بيقول لك هات يا اي علم بتقطرع عندك فضيح. طبعا عندنا كلنا قطرات اللي بتاعت العين ديت او بتاعت منقير او اي حاجة بتغضيها بتغسليها مرة واتنين وتلاتة وتعقميها وتخليها زي الفن. وتملها لي. بالزبط كده. ربعها هتحطيلي فيه عسل نحل. اي نوع عسل نحل عندك عايزة ربع القطرة دي عسل نحل. تمام? يبقى انا هجيب اي علبة قطرة عندي اخسلها ونظفها كويس جدا واعقمها. وهحط ربعها بالزبط عسل نحل. تمام? وبقتها بقى هاملة من المحلول الملحي. المحلول الملحي ده كنا اتكلمنا عنه في الصيدلية قبل كده. كنا قليني ان هو يعني ليه استخدامات تانية غير الاستخدامات بتاعته. وارخيص جدا كل ازل انت شافها دي بعشرة جنيه. فقال لك هاتي الازازة ديت وهي حطي بقى بقية القطرة. يعني ربع آآ من العسل. وتلات اربع من المحلول الملحي دوت. هتروح رجة كويس جدا جدا جدا. وتستخدمي هنا نقطتين في المناخير ديت. وفي المناخير الفتحة التانية بتاعت المناخير نقطة ديت. تستخدم الخلطة دي مرتين في اليوم مفيش منها اي مشكلة. عايز اقول لك رهيبة جدا في تسليك الانف وفي تهدئ. تهدئة الجيوب الانفية وبجد حاجة روعة. بدأ ما راح اشتري. طبعا كلنا عارفين عشان راح اشتري حاجة تسلق مناخيري بالشيء الفلاني والاسعار كلها ولعت زي ما انتوا عارفين بتاعت الادوية ليومين دول. دي حاجة بسيطة جدا من الطب البديل اهو. وهتديك هدوء حلوة قوي ولو عندك صداع او دوخة هتلاقيها راحت وهتزبط لك الدنيا. يبقى ربع من العسل النحل وبقيت الاطرة اللي معي هملاها من المحلول الملحي. قبل ما استخدمه كل مرة لازم ارجو رجة كويسة. الف تحية لدكتور جودا عواد. الف شكرا على الوصفة الجميلة دي. واتمنى اني كنتوا تجربوها تعجبكم جدا. ولو عايزة وصفات تانية تلاقيها على ملف الصيدلية هتلاقيها عندك على قوائم التشغيل. اختم الفيديو يا نور عناية بالصلاة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.